السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة رابعة وصلنا للدرس رقم تسعة في الوحدة الاولى ترتيب الاعداد تنزليا وتصعوديا طبعا احنا عبنعرف نرتب تصعودي وتنزلي بس هنا ارقام كبيرة وهنشوف الاختلاف بيقول هل استطيع ترتيب الاعداد في سياغ مختلفة حل الاجابة التلميذي الاتية وحدد الصحيح والخطأ وحل المسألة بنفسك ده قبل ما نكمل حل المسألة ده كتاب قطر النادى طيب هنا جايب لي رقمين 98807 وهنا 100101 والتلميذ اللي حل المسألة قال ان الرقم الاول ده اكبر من الرقم التاني فهو بيسألني هل توافق على اجابة التلميذ ونقول وضح رأيك بالتلوين طبعا انا قلت لا ليه ليه لان هنا عندي خمس ارقام وهنا عندي ست ارقام فاحنا عارفين ان الخمس ارقام اصغر من الست ارقام فبالتالي هنا مفروض كان يعمل اصغر من طيب فانا قلت له لا طيب ما الصحيحة الذي تم اثناء الحل هو ما عملش حاجة صح هو بس حط العالمة غالب لا يوجد شيء صحيح فيش حاجة صح طيب ما الخطأ الذي تم اثناء الحل هقول ان اللي تم ان هو ما حسبش ان خمس ارقام يعني هو ما قالش ان الخمس ارقام اقل من ست ارقام طيب ما سبب هذا الخطأ في اعتقادك انا اعتقد انه هو بص اللي الرقم الاخير قال هنا تسعة وهنا واحد رح ايلي التسعة اكبر من الواحد وخلص المسألة على كده ده انا اعتقد ان هو فكر بالطريقة دي وما خدش بالو او مش فاهم الله اعلم ان دولة ان الخمس ارقام بيكونوا اصغر من ست ارقام طيب الحل الصحيح ايه الحل الصحيح ان انا حط المسألة زي ما هي وحط علامة اصغر من بدل اكبر من دي كده اول ايه اول تمرين طيب تعالوا بقى هنا اه للترتيب السيغ العددية التالية كما بالمثال بنرتب عندي مجموعة طبعا ارقام كبيرة والارقام مختلفة يعني اه في مختلفة في سهلة شوية وبعد كده بيبدأ يسعبها فان مش عارفة بصراحة الاطفال في ربع هيعرفوا الزلة بطيطة دي يعني يعني احنا الكبار بتاخد مننا وقت عشان اعرف الارقام مترتبة كتير الارقام كبيرة فالله المستعين يعني تعالوا نشوف كده يعني انا حتى حاولت ان انا اسهلها لقيتها لا كل مسألة غير التانية يعني فتعالوا نشوف مع بعض الرقام هنا بيقولي عايزي رد التصعدي فان التصعدي عارفين من المالطلع السلم اللي هو من الصغير للكبير طب هنا عندي اه الارقام 643 642 692 992 طب المهم ان دي محلولة فخلاص هنسيبها تعال ناخد واحدة مش محلول مجديني مجموعة ارقام فانه هبص للتلت ارقام الاخر التلت ارقام كده لقيت هنا 113 هنا 372 هنا 337 113 تاني 372 فانعندي كده 372 متقرارة مرتين وعندي 337 وعندي 113 فانا مين اظهر هنا 3 هنا 1 طبعا الاول هنتأكد انه هم من عدد الارقام هم كلهم 6 دي اول حاجة انا ايه لازم اخد بالي منها انه كلهم 6 ارقام او 5 ارقام او في اختلاف فانا هاخد بالي طيب تاني حاجة هنبص لرقم الاخير هنا عندي 3 هنا واحد هنا 3 هنا 3 هنا واحد طيب مين الاصغر في الارقام دي الواحد فانا همسك الرقمين اللي فيهم واحد وبص دي 113 ودي 113 قد بعد طبعا نشوف اللي بعدها هنا 3 وهنا 6 اه كده بدأت اعرف مين الصغير يبقى الصغير الـ 113366 هاخدها كده وحطها اول واحدة فبالتالي اللي وراها الـ 113 التانية فهناخد الرقم التاني ونحطه كده خلصنا من اول رقمين طيب عندي هنا 3 3 7 2 3 3 7 3 7 2 طب واحدة واحدة بقى كده 3 7 2 هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 7 مين الاصغر فيهم الاصغر فيهم اللي هي التلاتة هنا 7 وهنا 3 وهنا 7 اللي تنبدو المتساويين هنسيبهم دلوقتي مين اصغر منهم التلاتة التلاتة اللي هي دي موجودة في العشرات الالاف فهاخد الرقم ده هيبقى بعدهم يبقى ايه هنحط الرقم ده هو التالت اجي بقى على الرقم من اللي فضلين هنا 3 7 2 3 7 2 متساويين هنبص على الرقم اللي بعده هنا 5 هنا 2 اه دلتنين اصغر من الخمسة يبقى هاخد اللي فيها اتنين الاول وبعد كده احط اخر حاجة الكبيرة طيب خلصنا التساعد التنزلي بقى سهل بقى هاخد التساعد من الاخر للاول هيبقى ده اول رقم في التنزلي التنزلي من الكبير للصغير فانا هاخد الكبير ايه بالترتيب كده اه احطهم جنب بعد كده اخلصنا منها تعال نشوف واحدة برضو زيها نفس الحكاية هفضل بقى ادور كده ايه في التلات ارقام ونشوف نفس الحكاية برضو ونشوف لو هما متساويين هبص على الارقام اللي بعدهم لو في مثلا زي دي كده 56 56 65 في اختلافات هبدأ زي ما انا عملت هنا هبدأ هعمل هنا فانا مش هضايع وقت الفيديو ان انا ايه اعيد شرحي دي تانية نفس النظام برضو نفضل ندور من الصغير ونحطه الاول وهكذا طيب تعالوا نشوف كون سيغة عددية اكبر وسيغة عددية اقل من كل عدد مما يلسوا مرتب السيغة العددية السلاسية ترتيبا تصعديا وتنازليا جايب لي رقم هنا في النص وبيقول لي عايز الرقم ده صيغة عددية اقل وهنا عايز صيغة عددية اكبر يعني اللي في النص ده احط هنا اقل منه وحط هنا اكبر منه طيب هعمل ايه دي صعب لا والله دي سهلة جدا ازاي هبص للرقم الاخير هو عايز الرقم اللي هنا اصغر منه طيب هنا سبعة يبقى هنا ستة وكل الرقم ده ينزل بعده سهلة جدا طيب وهنا انا عايز الرقم ده يكون اصغر من ده يكون اصغر من ده طيب ما السبعة اصغر من الثمانية السبعة اصغر من الثمانية يبقى كده ايه هو حطها هنا حطينا هنا سبعة عايز هنا رقم اكبر فحطينا الثمانية كده خلصناه وابدأ ارتب هو كده مترتبه اصلا من الصغير للكبير يبقى ده التصاعدي بتاعنا ومن الصغير للكبير دي الستة السبعة التمانية طب التنزول اخد من الاخر اللي الاول دي محلولة طيعنا وقت فيها تعالوا نشوف واحدة مش محلولة برضو هنا عايز ادي مديني رقم اهو في النص عايز اللي هنا اقل منه وهنا اكبر منه طيب هنا اتنين يبقى هنا خليها واحد وتنزل بقية الرقم زي ما هو طيب انا عايزة اللي اتنين دي تكون اصغر من اللي هنا يبقى انا حط هنا رقم كبير بقى هنا اتنين احط هنا تلاتة واخدهم زي ما هم كده ده التصاعدي واخد من الاخر اللي الاول يبقى ده التنزولي تمام طيب تعالوا طبعا هي انتو شايفينها سهلة لاا بعد كده هتبقى صعبة طيب هنا عندي برضو اتنين عايز هنا اقل منه حطت واحد والرقم نزل زي ما هو طب هنا ايه اتنين عايز هنا اكبر يبقى حطنا تلاتة والرقم زي ما هو نفس الحكاة اخدنهم زي ما هم مترتبين كده ده التصاعدي رجعت بهم الاخر للاول ده التنزولي تمام هنا برضو سهلة 76 عايز اقل منها رحت اقيل ل75 ونزلت الرقم زي ما هو طب 76 عايز هنا اكبر منها قلت 77 ونزلت الرقم زي ما هو كده زي ما هم موجودين كده ده ده الترتيب التصاعدي وارجع بهم ده الترتيب ايه التنازل طيب تعالوا بقى نشوفها هنا نشوفها هنا اكمل باعداد مناسبة تعالوا نشوف هنا عندي 46 انا عايزة رقم هنا يكون اصغر اه 46 دي الرقم اللي هنا يكون ايه اكبر منها انا قلت 47 قلت ايه 47 طيب انا 47 دي عايزة هنا رقم يكون اكبر منها تمام احنا حطينا 47 هو حاطتلي الرقمين اه 64 فبالتالي دي اكبر منه فاحنا حطينا ايه رقم بس ده وده زي ما هو ما عملناش في ايه حاجة فهنا كده ايه مزبوطة 46 اصغر من 47 وال 47 اصغر من الاربعة وستين طيب تعالوا نشوفوا تاني هنا عايزة الرقم اللي هنا اصغر من اللي هنا طب انا حطت هنا ايه حطت التلاتة حطت التلاتة لانو بيقولي التلاتة دي اصغر من الرقم اللي هنا انا عايزة اصغر طب انا هحطه اصغر ازاي هحطه اصغر ازاي عملنا ايه هسيب التلاتات دي زي ما هي واخد الارقام اللي ايه اللي بعدها يعني هنا انا عايزة الرقم دي يكون اصغر من اللي هنا فانا خليت هنا ستة. رحت حط هنا سبعة. حطت هنا ايه? سبعة. بقى الرقم ده اصغر من ده. طب انا عايزة ده يكون هو كمان اصغر من ده. الرقم ده يكون اصغر من ده. طب ما هنا عندي تلاتة وهنا عندي سبعة. اعمل ايه? اه. وهنا اتنين وهنا اتنين. نعمل ايه? اخد الرقم اللي بعد وهنا خمسة احط هنا اي رقم تاني اصغر من الخمسة. فبالتالي الرقم ده هيكون اصغر من ايه من الرقم ده. تمام? احنا لو لقينا الارقام الاولى متساوية اروح اشوف الارقام اللي بعدها يعني ايه وهكزا بشوف اللي بعده. طيب. عندي هنا برضو ستمية تلتمية ربعمية. عايزين هتكون اصغر من الرقم ده. يعني هنا اكبر. فانا حطيت الستمية زي ما هي. حطيت الستمية زي ما هي. وغيرت في الرقم اللي بعده. هنا تلتمية رح تحطي ربعمية. بقت التلتمية اصغر من ربعمية. طب انا عايز الرقم ده يكون اصغر من ده. طب هنا فيه ستمية وفيه هنا ربعمية. اعمل ايه? اغير في التاق في اللي بعده. اغير في اللي بعده. هنا اه كانت تلتمية فحطيت انا هنا ايه? متين. بقى بالتالي الرقم ده اصغر من ده. وده اصغر ايه? اصغر من ده. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. بيقول لي قاعد كتابة الاعداد بالصيغة القياسية ثم رتب الاعداد تصعد انهم ادهالي باشكال مختلفة وعايزني انا ارجعهم للصيغة القياسية الاول وبعد كده ارتبهم تعالوا نشوف اول واحدة انا اول واحدة جبتها من الاخر للاول يعني هو بيقول اربعة مليار وخمسة ملايين واربعة واربعمائة الف وستون انا خدت الستون الاول قلت الستين ادي سفر في العشرات سفر في الاحد وستة في العشرات اللي هي الستين دي وما فيش مئات عندي حطتها بصفر بعد كده قال لي ايه وربعمائة الف يعني الاحد سفر والعشرات سفر والاربعة وقفة في مئات الالاف ايه مزبوطة طيب اللي بعدها خمسة مليون يعني خمسة في الاحد وصفر في العشرات وصفر في المئات خلصناه اربع مليارات ادي الاربعة ادي كده جبنا الرقم الاول الرقم التاني بيقول لي خمسمية ادي الخمسمية وستمائة الف ادي ستمائة الف سفرين احد وعشرات ودي الستة في المئات سبع ملايين ادي السبعة وقفة في احد الملايين وصفرين في العشرات والمئات واربعة مليار ادي الاربعة اللي بعدها عندي خمسة وقفة في العشرات مفيش احد حطنا صفر ادي الخمسة اللي وقفة في العشرات وقفناه في العشرات في مئات لأ مفيش مئات دخل على ايه على طول دخل على خانة الالاف مفيش عندي احد الالاف حطنا صفر ولا في عشرات الالاف حطنا صفر عندي مئات الالاف ستة حطنا الستة رحنا للملايين لقينا سبعة بس مليون وقفة في خانة الأحد حطناها مفيش عشرات ولا مئات خلاص الأربعة مليارات نزلنيها طيب هو عايز إيه عايز يرتبهم تصعدي تصعدي يعني من الصغير للكبير أنا عندي كلهم كده أربعة مليار هنسبها نخش اللي بعدها هنا خمسة مليار هنا سبعة مليار وهنا سبعة مليار طب كده عرفنا أن دي الأولى هي أصغر واحدة يبقى هي أخدها كده وحطها أول واحد طب هنا سبعة وهنا سبعة أبص للبعد هنا ستمية وهنا ستمية أدى بعد أبص للبعد هنا خمسمية وهنا خمسين يبقى أنا هاخد اللي فيها الخمسين الأول هي تبقى تاني واحدة والكبيرة خالص هي آخر واحدة خلصناها الخمسة في الأحد نزلت أربعة في العشرات نزلت مفيش مئات حطينا صفر ندخل على خانة الألاف عندي تلاتة في الأحد تلاتة مفيش عشرات ولا مئات خلصت التمانية في الملايين ادي تمانية مليون طيب اللي بعدها تسعمائة ادي تسعمائة سبعمائة وتسعة وتسعون الف ادي سبعمائة تسعة وتسعين الف طيب هنا الرقم جاهز هو ربعمائة وعشرين تمنمية وتلاتة الف وربعمائة وعشرين نزلناها طيب تعالوا نشوف هنا طبعا عندي تلات ارقام ودي رقم لا دي كبيرة خالص وعيز تنازليا تنازل يعني من الكبير لصغير دي الارقام بتاعتها اكتر فحطناها هي الاول بعد كده تمنمية وتلاتة اكبر من السبعمائة تسعة وتسعين يبقى تمنمية وتلاتة الاول بعد كده سبعمائة تسعة وتسعين طيب كده خلصنا الدرس من الكتاب الكبير تعالوا نشوفوا من الكتاب الصغير قيم نفسك برضو نفس الحكاية رتب الاعداد التالية تصعوديا مرة وتنازليا مرة هنا عد 2-5-2-5-2-5-2-5-2-5 كله زي بعد بص للرقم التالت هنا تلاتة هنا سبعة هنا ستة هنا خمسة هنا أربعة هاخد أصغر واحد فيهم الأول فيه تلاتة هاخد التلاتة هنحط الرقم اللي فيه تلاتة الأول بعد كده الرقم اللي فيه الأربعة الأول بعد كده رقم اللي فيه الخمسة الأول بعد كده الرقم اللي فيه ستة كله على بعضه كده وبعد كده اللي فيه سبعة رتبنيها طب عايز ارتب تنازلي اخد من الاخر للأول من الكبير للصغير طيب هنا اكتب الاعداد الاتية بالصيغة القياسية ثم ارتبها تصعديا من الصغير للكبير طيب هنا بيقول لي 492 492 561 561 الرقم التاني 516 يبقى هنا 492 5516 هنا عندي 5 في الاحد 0 في العشرات والمئات فيها 6 ندخل على خانة الالوف عندي هنا الاتنين وقفة في الاحد التسعة وقفة في العشرات الاربعة وقفة في المئات يبقى 492 605 طب عايزين نرتبها ترتيب تصعدي تصعدي يعني من الصغير من الصغير للكبير من اصغر واحد طبعا الارقام هنا متساوية ابص بقى على خانة الوحدات 561 516 605 لا 516 اصغر يبقى اللي في النص ده ولا هيجي الاول بعد كده ال 561 بعدها بعد كده 605 بعدها طيب تعالوا نشوف هنا برضو كون صيغة عددية اكبر وصيغة عددية اقل ماشي مديني رقم في النص اهو عايز هنا اكبر عايز الرقم ده يكون اكبر من اللي هنا فهنا هنخليها سبعة سبعة والارقام تنزل زي ما هي طيب هنا الرقم ده اقل من ده فانحطت هنا تمانية وغيرت ايه بقى غيرت الرقم التاني التلاتة غيرت فيه التلاتة خلتها تنين بقى الرقم دوت اقل 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 ازاي لا ده هنا هنزود مش هنقلل هنا الرقم ده المفروض يكون اصغر اصغر من ده يبقى دي هنخليها اربعة نعايز ادك بيه يبقى دي هنخليها اربعة تمام اللي اتنين دي هنخليها اربعة بقت ربعمية وستين ده الاكبر من ده هنا اربعة تمام كده لا هي ارقام كبيرة والترتيب بتاعها يعني هما مش منصقين يعني عشان انا نرتبهم على طول الله يكون في عون سنة ربعة ربنا معاهم يا رب ويدربوا كتير ان شاء الله يعرفوا يحلوا بسهولة بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله مع درس رقم 10 التنبؤ بالمجهول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته